بسم الأب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين ناخد حرب تاني من الحروب المشهورة اللي اسمها حرب الشك الشك مظنش فيه إنسان ما بتحربش به ولو أشكال كتير زي ما هنشوف لكن ممكن ييجي بسبب تجربة شديدة ممكن ييجي بسبب صلوات غير مستقابة ممكن ييجي بسبب شخص بيشكك الواحد ممكن ييجي بسبب الواحد بعد عن الكنيسة الشوية إنما الشك من أصعب الحروب لأنه بيخلي الواحد مش عارف يصال وهو مش مصدق فبتبقى صعبة وأحيانا بتوحصل حتى مع قدسين كبار يعني ما تفتكرواش إن الشك ده معنان الإنسان ملحد يعاد لأنه أعظم القدسين جالهم لحظات شك زي ما هنشوف الأول نبتدي بنص مشهور في تكوين تلاتة أول شك حصل في التاريخ كانت الحية أحية لجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل وأما ثمر الشجر التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمثال ألا تموتها فقالت الحية للمرأة لن تموتها بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر أول حاجة الحية بتيجي بطريقة خبيثة الحية اللي هي الشيطان فييجي يقول لك أنت تقول له ربنا بيقول لي يقول لك ومين قال كتن ومين يأكد لك كتن ربنا قالها تموتوا الحية قالت لن تموت هنا دخل الشكة بقى فيه صوتين ربنا سبق وقال اللي هيكل من دي هيموت الحية جاي بتقول لا مش هتموت فطالما سمعته الصوت التاني بدأت الشك الشكوك فكرة وفكرة عكسها أو الشيطان داخل بطريقة خبيثة كالعادة هو ربنا قال ما تاكلوش خالص ربنا ما قالش كتن بس هو قصد يرمي السؤال بالطريقة الخبيثة اللي تلخبط الدماغ فالحية ببقى سازاجة قالت لا 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 ناكل زي ما احنا عاوزين إلا الشجرة دي طب ليه ما تاكلوش منها ابتدى الحوار يعني ساعات الواحد ايه يحاور نفسه فيبتدي يتوه يبتدي مخه يمشي في اتجاه مش مظبوط لأنه مش واقف مع ربنا في اللحظة دي ما فيش حد جنبه يقول له انت ايه حكايتك مخك ملخبط فيه لأدم كان واقف ولا ربنا في اللحظة دي هيفتقر ايته فطبعا الشيطان ساء فيها مشي معاها خطوطين تلاتة لغات ما صدقت الشيطان وكدبت ربنا هو ده الشك الشك انك انت صدقت فكرة غلط ان ربنا مش موجود او ان ربنا مش بيحبك او ان ربنا ما يفرقش معا اللي بيحصل لك او افكار كتيرة يعني وانواع كتيرة من الشكوك تعالوا نشوف اشكال الحروب اول شكل هي الفكر الشكر فكرة كثيرة والشكة هنا على فكرة بقى له اشكال ملهاش اخ يعني ممكن تشك وانت بتتناول وهو ده جسد حقيقي ولا لأ ولا اكله خلاص ممكن وانت بتحضر معمودية تقول يعني ايه اللي بيحصل ممكن تشك في الشخص ممكن تشك في شخص تقول انا مش مغاثق فيه الشخص ده يكون شريك حياتك يكون قريب ليك ممكن تشك في نفسك ان تقدر ولا ما تقدرش ما هو نوع من الشك برضو انت مش عارف اقدر ولا ما اقدرش اذا الشكوك دي عملية ذهنية معقدة ومزعجة ولما يعني المخ يمشي فيها زيادة بيتعب بيرهق من الامور بقى اللي دخل الشكل تعاليم خاطئ يعني لما تسمع كلامي لخبطك ما هو ده بداية الشكة ساعات واحد قرى كتاب فلسفة مثلا قعدت مع شابه ما قريب اعرف الفلسفة كتير فمخه متلخبط انا مش بقوله الفلسفة ما تقروش بس بقوله هو ما عندوش الاساس المتين اللي يعرف بيه رد على اللي بيقراه فطبعا كتير من الفلسفة ليهم انتجاهات وهما نفسه مش متفقين مع بعض على حركة فطبعا انبهر شوي لان الفلسفة ساعات تبقى مبهرة انما بعد شوي تحس ان وخك يعني ما تبقيتش عارف حاكم مين البني ادم ومين ربنا وعايشين ليه وجنا ليه ورايحين فين ومتاهة كتب وتلاقي هو نفسه نفسيته مش مرتاحة ومن لغبطة ما انت سبت نفسك لحاجة يمكن مش قدها دلوقتي وبعدين في رسالته الأخيرة بولس الرسول قال تيموساوس سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون له معلمين مستحكة ما سامعهم في ناس يستهويها التعليم الغلط يعني في ناس تنبسط لما تسمع الكلام اللي قاله مزاك فطبعا الشيطان يخدم على دي فلما تطلع مثلا مورمونز مثلا طائفة جديدة يغيروا في الانجيل ويعملوا انجيل جديد ويطلعوا المسيح مش ربنا والنهار دا ليه ملايين ماشيين وراه وليهم افكارهم والدعاءاتهم وفي بعض الاوتلات براه لانه ظلمة ملياردرات يعني حاطين الانجيل والكتاب المورمونز في كل اوضة في الاوتيل اوتلات كتيرة بقت كده موضة جديدة وفكرة جديدة ولعبة جديدة وليها عشان ناسها بس طبعا لخبطت لما واحد مسيحي يكون مش مذاكر الانجيل ومش عارف يرد ينبهر شوي يقرأ شويات كلام فيعجبه شوية فلسفات او افكار يمشي وراه يتلخبط ساعات الحرب بتيجي عن طريق الوسائس اللي هي افكار مش شك قوي بس هي فكرة مسيطرة عليك انت حاسس انها غلط او مقتنع انها غلط بس مش عارفتوا تردها وديت قال شبهها كده يقول قد تصلف الانسان اللي يعني بيسمعش كلام الكنيسة وهو لا يفهم شيء بل هو متعلل بمباحثات ومباحكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والزنون الرديئة يعني ممكن الواحد يمشي وراه دماغه ودماغه تلخبطه خالص فبردو الواحد لازم هنا هنقول لكم العلاج يمشي ازاي لكن يعني حاسب من مخك يتوهك في حتة ملهاش لازم الشك ساعات يجي اثناء الصلاة ممكن تبقى بتصليه وتيجي فكرة كده هو ربنا سمعني هو فيه ربنا ممكن كل حك ممكن تفكر خديسين دول يعني حسيننا يعني بمكلم العدرة يا حساني كله ده ممكن يحصل ممكن تيجي وساوس في النوع ده انك تلاقي زي اشتيمة او كلمة وحشة جاية في القدسين او ربنا وتبقى مش مستحمل نفسك وبيجي ناس ساعات يقولوا احنا بطلنا نصلي ليه مسمح حاجات وحشة وانا بصال او يعني بحس ان انا بغلط في ربنا وانا بصال يا حبيبي ما تخافش زي لو واحد بيشتم في الشارع يعني انت مالك ده مش من قلبك المسيح لو المجد بيتكلم عن القلب انت بتحب ربنا فما تقلقش من الوساوس ده نوع من القلق يعني الزياد ارمية اتشكك في ربنا في وقت وهو بيكلم ربنا قال له ابرن انت يا رب من ان اخاصمك شوفوا التعبير لكني اكلمك من جهة احكامك لماذا تنجح طريق الاشرار بس ده هنا ماشي صح ليه لانه جوه الصلاة عنده شك بس بيطرحوا على ربنا فهمين بيقول له رب انا تعبان مخي تعبني وانا مش هقدر اخاصمك لكن انا زعلان انت سايب الاشرار نكحين ليه والابرار متبهدلين ليه ده ارمية بيصال بيقول كده ابرن انت يا رب من ان اخاصمك مش اقدر اخاصمك لكن لماذا تنجح طريق الاشرار اطمأن كل الغادرين غدرا يعني الناس اللي بتخضر بتراوح تنام نوم عميق والناس اللي ماشية كويس ساعات بقى مش عارفة تعيش اذا ده احيانا ييبقى نوع من الشك انه الاشرار سكتهم ماشية كويس ونكحين في الدنيا وده مكرر مناطق كتير في الانجيل هذا النوع من التساؤل كمان ساعات الشك يجي على شكل افكار يأس نظام مفيش فايدة مش ممكن هتغير الموضوع ده انتهى خلاص المشكلة ده ملهاش حل ده برضو نوع من افكار هي افكار يأس لكن ساعات تبقى زي الشك كده بتزن في ودانك وبتقولك مفيش فايدة مفيش فايدة تلاقي نفسك مش عارس تعمل حاجة لدرجة يونان النبي وهو نبي بيكلم ربنا ويسمعه اتغلب من الافكار ده وقال له يا رب خد نفسي انا موتي خير من حياتي طبع الفكر اللي بيقولها غلط لان حياته ليها قيمة ولسه لرسالة كنبي فالمعنى اللي بيقوله غلط بس مغلوب منه بقى الفكرة سيطرت عليها الشك ممكن يوصل يبقى في الناس يقول انا قلت في حيرة تيه ده مزمور لداود كل انسان كاذب الحياة مش كل انسان كاذب بس لما يكون الواحد متحير زيادة ومتلخبط زيادة ساعات يقولك كل الناس كاذبه مفيش حد قويس هي مش كده كل الناس ضعيفة كل الناس ممكن تغلط بس مش كل الناس كاذبه ويجوز فيه انسان كذب عليك لكن ده مش معناه انه دايما بيكذب ولا ان كل الناس كاذبه فهنا ممكن الواحد يشك في الناس ويبقى تعبان نفسيين قوي لانه مش عارف يدي ثقاته لحد ممكن الواحد يشك في نفسه او في قدراته دي موجودة كتير في الإنجيل برضه يعني موسى النبي لما ربنا دعاه قال له لا انا منفعش وفضل يقاوح لانه عنده شك في نفسه أرميه لما ربنا دعاه قال له اه يا سيد الرب انا لا اعرف ان اتكلم لاني ولد انا صغير انت طالب مني شغلانا كبيرة قوي ازاي انا اتكلم واقع ازوا واكلم انبيه كهنة كبار كهنة منحرفين وقت أرميه من اسباب الشك الحوارات البطال يعني انا لاحظتم ولحظة مش لذيذة الحقيقة ان بعض اولادنا اللي بيسافروا ألمانيا وفرنسا اثناء دراستهم وامريكا احيانا وبعدين اقابلهم بعد كذا سنة الاقي مخط لخبط خالص وبيتسائل تساؤلات عمره ما كان بيقولها في مصر ليه لازم يكون في ربنا وليه احنا بس اللي صح ما يمكن كل الناس دي صح وتلاقي حوارات كده ايه الحكاية اصلي كان معافة دورما في الجامعة ولد اسيست ملحد مثلا وقعدوا يتكلموا شوية ما كانش عنده هو رد مقنع هو اللي ابتدى يتأثر فساعات الحوارات نفسها تلخبط الواحد لو الواحد مش ما عندوش لوجيك قوي منطق قوي يسعفه ممكن يتلخبط ودي انتشرت جدا فحتى ولادنا اللي متربين في الكنيسة ومدارس الاحد احيانا يدخلوا في حوارات ما يعرفوش يرد ويبتدي يتبلبل ويتلخبط وفي مصر الحاجات دي موجودة في بعض الجامعات بعض الحوارات الالحدية دي موجودة في مصر دلوقتي وعنت طبعا كله كده يقول المباحثات الغبية والسخيفة اكتنبها في بعض المباحثات تحس انها متاهة عقلية ليه اللزوم لها خلاص ما يعريها رب احسن من اسباب الشاك ضعف المعرفة الروحية عشان كده يقول الكتاب هلك شعبي من عدم المعرفة ايه اللي بيخلي الناس تتوه ان المعرفة اللي عندهم مش كفاية فيحصل ان الواحد يتلخبط وعشان كده الحتة التعليمية دي والمعرفة الدينية المزبوطة بتحمي طبعا لانه لو الواحد ما عندهش منطق بيتهاز وبرضو دي ظاهرة في الشباب اكتر يعني يمكن كبير ايمانه المسلم ده التلقائي في دمه فاقل عرضه انما الشاب اللي طالع جديد ما عندهش مسلمات قوي عاوز يقتنع ولو ما اقنعتوش غيرك هيقنعه فما ينفعش تقوله هي كده لا هي كده كنت تقابلها انت من 40 سنة هو مش تقابلها دلوقت لانك انت رفضت المعرفة طبعا دي مشكلة تاني ان واحد يكون مش عاوز يعرف مش عاوز يتعلم وبعد كده مخه يتلخبط تم انت تلخبطت عشان انت رفضت تعرف سبب اخر من اسباب الشك ضعف الايمان ضعف الايمان يعني اقصد به ايه واحد يعني لما الدنيا ما تمشيش معاه على طول يعني يركن ربنا زي حتة استجابة الصلم واحد يصلي مرة مرتين تلاتة ربنا ما استجابش زي ما هو عاوز يبقى مفيش ربنا لا يا حبيبي فيه ربنا بس ربنا لقرادة حرة يجوز مش عاوز يعمل اللي انت عاوزه وشايف حاجة انت مش شايف ربنا ده مش زرار بتدوس عليه يطلع لك الفايدة يعني لا ربنا ده شخص حي وفاهم اكتر منك كتير فالايمان مش انه يعمل لك اللي انت عاوزه الايمان انه هو بيحبك وعارف بيعمل ايه انما ايمان يعمل لك بس اللي انت عاوزه الحياة ده ايمان ضعيف لانه لو ما عملش اللي انت عاوزه تتشكك يعني زي ما نقول ان احد قمم الايمان في الكتاب الي النبي الي النبي اول مرة افل السماء بكلمة لا يكن طل ولا مطر الا بكلمة افلت السماء لما جيه صلي بعد ثلاث سنين ونص عشان ربنا ينزل مطر صلى اول مرة ربنا ما نزل وسجد وصلى جامد وراجل يعني قديس عظيم يعني طلع في مركبة نارية في الاخر صلى تاني ربنا ما اسمعش وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع مرة لما ربنا ابتدى يستجيب ليه ما ما تلخبطش وما تشككش ده كان قبلها يعني اول ميت تصوروا راجل اول ميت انما صلاته لم تستجاب من اول مرة انما عظمة ايمان هذا الرجل انه فضلي صلي تاني اوكي ما عنديش غير كده اصلي تاني تالت رابع ولو ما كانتش من السابعة ياخد شكله معين زي الى متى رب تانساني ده مزموش معنى كده حتى القديسين كانوا بيتعرضوا للحاجات دي يعني ممكن واحد يقول له داود عيب يا داود تقول كده لا مش عيب ما عمليه طب انا حاسس كده الى متى رب تانسان حتى متى تصرف وجهك عني يا ربنا ما بيعملش كده تبوشه دايما شايفنا وبعدين هو عارف انه دا غلط اللي بيقوله فيقول الى متى اردد هذه المشورات في نفسي يعني الاصوات دي بتزن جوايا انا عارف انه مش صحة اقول كده بس مش قادر ما اقولش هذه الاوجاع في قلب النهار كله يبقى بتحباني ممكن يكون من اسباب الشك الفراغ او الاحباط الانسان اللي عاش في واحدة جديدة او فاضي جامد ساعات بقى العقل كده الفاضي يودي ويجيب كده لانه مع فاضي من اسباب الشك الملحوظة لحياة زيادة دلوقتي برضو العثرة من المعلمين يعني ايه لما احنا الكهنة او الخدام نتعب الناس يا اما بسلوكنا يا اما في كلامنا الناس بتتشكك في ربنا نفسه اذا كان بتوع ربنا شكلهم كده لا يبقى واضح ان ربنا ده يا اما خدعة يا اما فكرة يا اما حاجة مش مظبوطة بقى فدي برضو متعبة جدا بتدخل شك في قلوب ناس كتير لما يعصروا في من يدعون انهم رجال الله كخدام او كهن في ناس تتشكك في كل حاجة بقى مش تتشكك في الشخص لا تجيبها بقى من جدرها يبقى الحكاية كلها يمكن ملخبطة لا ممكنها نغلط بس ده مش معناه ان الانجيل غلط ولا ربنا غلط لكن في ناس بتجيب ده بدا بدل دول بيعملوا كده يبقى كل الحكاية غلط من اسباب الشك الكبرياء وعبادة العلم ساعات العلم يزود الشك مع ان العلم فيه علم حقيقي صريح وفيه علم يسمى الكتاب في تيموسوس الاولى ستة لان بوليس كان عالم على فكر كان شخص اقصد علمي بطبعه يعني دارس فلسفة ومنظم في عرض افكاره يعني غير بقية الاباء الرسل يعني لكن هو اللي استخدم تعبير العلم الكاذب الاسم فيه علوم كدابة فيه علوم غشاشة فيه معلومات مش مظبوطة بتتبع للناس لان العلم بيتغير وبيكيف على فكر يعني العلم ممكن يتكيف يعني ممكن تأثيرات سياسية على العلم فتتصدر معلومات معينة لصالح سياسات معينة او توجهات معينة بدليل على فكرة فانا قريت بعض الكتب ان البيولوجي اللي كنا بندرسه من 30 سنة النهاردة بيتقال عكسه في بعض الامور يعني انا فاكر رسمة كان عندنا في سنوي يرسموا الجنين بتاع البطة والجنين بتاع الضغضاع والجنين بتاع البني ادم والجنين بتاع الارد ويقول لك شوف شكلهم زي بعض ازاي ده لان التطور القديم كان زمان يقول ايه دول كلهم ريليتد لبعض ما دي فكرة كانوا بينادوا بيها زمان اللي هما تلاميذ دارون وبتاع دارون نفسه ما كانش بيقول كده النهاردة الكلام ده بقى علميا بطل تماما للمنظر الخارجي فيه تشابه انما الخلايا فيها فروق ضخمة جدا بين الجنائن دي خالص فاهمين ازاي فبقى اي شكل علمي حقيقي لا 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 فيش وجه شبه خالص لو طلعتلي وجه شبه اطلع قدامك الف اختلاف فاهمين ازاي فلما تسيب الالف اختلاف وتقول لي شايف الشبه واضح ازاي يبقى كل دول طلعين من بعض يبقى الانسان اصله ضفدع لا ده كلام مش علمي خالص فاهمين الفكرة ده العلم الكاذب الاسم اللي بيروجوه عشان يطلع الانسان يقول يبقى مفيش ربنا والدنيا طلعت لوحدا فاهمين الفكرة لان العلماء بيبيعوا بضعب فمامكن سوقها يمشي وهكذا امور كتيرة كترة فمعلمنا بوليس قال احفظ الوديعة معارضا عن الكلام الباطل الدانس ومخالفات الاخطاء اللي موجودة في العلم الكاذب الاسم مش كل علم يستهويك ومش كل فن يبقى صح لا طبعا في حاجات كتيرة غلط فاحنا ما نمشيش ورا اي طيار لان اللي بيقولوا النهاردة ممكن يغيروه بكرة فانت هتمشي وراه ومطلع تبعد عن ربنا وبعدين بكرة يجي يقولوا كل ده كان غلط وظنوكوا كلكوا عارفين في وقت كانوا بيقولوا الأرض لما قالوا أرض كراوية أعدموا اللي قال الأرض كراوية النهاردة لو قال واحد مصقف الأرض طلعت مش كراوية يقولوا ده مجنون يعني في وقت قالوا مجنون على اللي قال أرض كراوية النهاردة اللي يقول الأرض مستوية يبقى مجنون لا هو العلم هو اللي الحقيقة بتتغير معلومات بتتغير فده بيدخل شك طبعا القراءات الفلسفية عندنا آية في كلوسي 2 تقول انظروا لا يكون أحد يسبيكم تعبير دقيق لبولس لأنه دارس فلسفة يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل دايما مع الفلسفة في حتة غرور كده حسب تقليد الناس ده كلام ناس حسب أركان العالم وليس حسب المسيح يعني ما تنبهروش بالحاجات دي زيادة لأنها ممكن تبقى كلام ناس بالآخر دول بشر يعني طلعوا بشوية أفكار بس مش مسلمات مش وحي إله يعني أحيانا صغر النفس يكون سبب من أسباب الشك حاجة اسمها الانفريوريتي يعني الواحد ما عندوش ثقة بنفسه عنده إحساس أنه دون الآخرين دون الكل آخر الكل بس مش تواضع ومش واحد فرحم ربنا ونفسيته حلو لا ده واحد مكالكع في نفسه كده ومعندوش ثقة في أي حاجة ده ما بيعرفش يسق في ربنا لأنه مش قادر يسق في نفسه وقدرش يسق في مراته ولا ولاده وقدرش يسق في نجاحاته وإنجازاته صغر النفس متحب جدا فده ممكن يكون ما وراء الشك عشان كده كتير من الشباب اللي يجي لنا بشكوك عالية جدا عارفين يبقى عليكم ايه؟ شوية تشجيع وحب مدخلش خالص معاه في الحوارات بتاعته بس شوية كده تشجيعه وحبه وصداقة تلاقيت زبط خالص الموضوع ما كانش مخم لخبط قد ما هو حاسس انه حاجة يحبه وما حاجة يحترمه لما يلاقي اللي يحبه ويحترمه ويخدم معانا ويبقى زيل فل تلاقي كل الأفكار تتبخرت لأنه هو أساسا الموضوع مش مجرد أفكار لأنك أنت إلاحصني لماذا رفضتني؟ ده فكرة شكرا بأنه يرفضش لماذا أتمشح حزينا من مضايقة العدو واحد حسن وزلول من الشيطان فبرده ايه؟ بتده يتشكك بيقول له ليه يا رب ليه سيبني كده خطورة الشك قلنا أن الشك ما بيعتقش حد فمحد يعني محدش يقول أن الموضوع مش موضوعنا لكن بقى أشكال مختلفة مش كلنا بناخد نفس الشكل أول خطورة أنك تمشي ورا الفكرة الغلط أو الشك وتدخل في ضلال ضلال يعني واحد سلم بالفكرة الغلط وأصبحت عقيدة يعني كونك بتتحارب ربنا موجود ولا مش موجود لا دي مش خطر لغاية كده مش خطر صليوا وقرأ أكتر وهنشوف لا الحل إنما واحد بقى يؤمن بأن الله غير موجود ده دخلنا في مشكلة أكبر ضلال بقى واحد يؤمن أن الله غير محبة الله لا يعنيه البشر غلط كده أنت كونت اعتقاد عقيدة إيمان غلط ده اسمه ضلال بقى فالتضليل أو الضلال معناه واحد اقتنع تماما وأصبح بينادي بالأفكار الغلط دي مرحلة بيخ ومتقدمة ومتعبة المرحلة الأولانية بتاعة الشك أهون كتير كلنا تعدي علينا وممكن نقلب لما مرحلة الضلال أصعب ما تقعد مع واحد بقى يعتنق يعني أي عقيدة أخرى وبقاله فيها سنين بيدافع عنها بشراحة لأن الموضوع بقى بيرسونل خلاص الموضوع مش مهم هو قديه معه منطق يا الموضوع خلاص أنا بعروف إن أنا كذا فمش هغير لوني تمنت حطيت نفسك في لون غلط يقول الناس الأشرار المزورين مزورين للحقائق سيتقدمون إلى أرض مضلينة ومضلينة فهمين المعنى مضلين هم أساسا وقعوا في ضلال ومضلين دي الخطوة اللي بعدها يبتدوا يضللوا اللي بعديهم إذن الإنجيل قال لنا ده بيحصل أن اللي بيمشي وراء ناس مزورين للحقائق بيقعوا في ضلال ويتحولوا إلى مضلين يضللوا الناس منها الإلحاد مثلا أنه إنكار وجود الله وطبعا ده له أشكال كتير على فكرة مش شكل واحد يعني لكن الإلحاد بكل أشكاله معناها تجاهل وجود الله إما أنه مش موجود أو لا يعنينا وجوده والحال تنوحش من بعض وده اللي قال عنه المزمور قال الجاهل في قلبه ليس إله ليس إله ما فيش حاجة أسماء ربنا ناس كتير النهاردة عايشة كده في بعض الحسابات بتقول وصلنا إلى تلتين العالم بيقولوا الآية دي بيقولوا المعنى ده ليس إله حاجة مخيفة حاجة مخيفة تطلع أمريكا يقولك أنا البني آدم هو إله تطلع مثلا الصيني يقولك الطبيعة هي ربنا وكناس كتير تقولك لأ مفيش حاجة أسماء إله كل حاجة ماشي لوحدها كده كلها اتجاهات مش مهمة تاخدوا الأسماع كل ده لو مش عارف الناتشولاليزمة أسماع مش قضيتنا إنما ده اتجاه موجود في الدنيا لازم نخاف منه على أولادنا على القلب فسدوا طبعا ده معناه فتحت بقى بالخطايا كلها لأنه خلاص بقى يعمل اللي انت عاوزه ورجسوا بقى عالهم ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد إذن الفساد نتيجة طبعية كمان للشك لو الواحد شكه زاد قوي خلاص هيستسلم لأنواع من الخطايا بقول اتمهوا لو فيه ربنا كان عمل وكان سواه من خطورة الشكة كمان إنه معدي دايما الخطايا الكبيرة معدية زي أي يعني وباء زي ما قلنا إن التزامر معدي الشك معدي زي ما تحط تفاحة كده مريضة وسط تفاح تلاقي بعد يومين التفاح كله ضرب مش كده لما تحط تحط شاب ملخبط وقاري فلسفة وحابب يقنع زميله إنه ما فيش ربنا عيال كتيرة مخابة لخبط بيتعدوا عشان كده يجمعون لهم معلمين في وقت وأظن أنه موجود دلوقتي الناس ما بتطقش تسمع الحق مش حبة الحق هي حبة أي كلام فاضي أي كلام يلبي شهوته إنما يسمعوا الحقيقة الصح ما بتدخلش عندهم فيصرفونا مسامعهم عن الحق وينحرفونا إلى الخرافات وده كتير موجود من الخطورة كمان إن ساعات بعض المتشك كين يقعوا فيه بلعة القلق والاكتئاب من كتر الشك في نفسه في الناس فربنا ساعات دوامة الأفكار دي تجيب رقبته تحت يعني تهده تهده دماغه تعباه فيقع فيه حتة إنه دبريست مش عارف فيه أيها دماغه مش عارف يرد على نفسه عنده أفكار تعباه مش عارف يرد عليهم ندخل في أهم نقطة علاج الشك أول مبدأ مهم قوي في حروب روحية كتير وبالأخص حرب الشك هو الهرب ده مبدأ روحي أساسي عند كل القدسين خطايا كتير قوي اهرب يعني يوسف العفيف لما تعرضت عليه الإغراء والشهوة أحلى حاجة عملها سب هدوم وجري لو ما عملش كده كان ضع هنا الهرب شطار شطارة مية في المية خناقة قدامك اهرب تدخل بقى تعمل فيها جدعة ما تاخد علقة ما هتغلط فما لاش لازم هنا الهرب شطار إنما أكتر شطارة الحية في الشك بالذات الحية اللي بيشوف تعبان بيعمل ايه بيجري ما بيقفش يحكي معاه فيمكن ربنا أصعد يحط الحية عشان يثبت المعنى فكر الشك زي الحية ما ينفعش توقف تتفرج عليه ما تجيلك فكرة هشة وتردها ما تنقشهاش لوحدك مش هتقدر عليه اهرب من الفكرة لقيت كتاب مليان لخبطة وانت حاسس الكلام ما يستهوكش ما تكملوش للآخر ما فيش داعي ما فيش مانع ناخده وندرسه ونرد عليه لو انت دا يريحك لكن انت مش هتتدحل حاسب أو هاتو ونتناقش فيه مع أي حد يعني نقصد المبدأ حاسب تتصدر لفكر الشكل لوحدك كقعدة دي خطر عليك قوي لأنك مش قدها فكر الشك مصعب لأن شطان الشك يا جماعة بيجي غالبا في وقت انت روحيا ضعيف يعني فيها شياطين يجوا للأقوية مثل الشياطين الكبرياء والمديح وكذا يجي الواحد واخدها جدا إنما شطان الشك مايلعبش بواحد واخدها جدا يلعب بواحد مش مركز مع ربان أكتر ستلاقي نفسك مش بتصلي مش بتقرأ الإنجيل بقى لك مدة ما بتتناولش مخك ابتدي ودي ويجيب فيدخل الشيطان يقول لك طم طم اللي ماشيين كويس واخدين على دمخه واللي ماشيين غلط كل الدنيا ماشي معه لو كان ربنا سايب الدنيا تمشي كده ازاي طب يرعيك لو قربت من ربنا هتتجرب هذا شك برطه كل دي بتطلب حاجة غلط ما بتطلبش حاجة غلط وهكذا ربنا يسوع لهم في المجد بطرس نفسه لقى بدور الحية مت غير ما يقصد لما ربنا يسوع قال أنا بعد كم يوم هأسلم لأيدي اليهود والأمم وأصلب وأموت بطرس خده على جنب وقال له لا ايه اللي بتقوله ده عشاك يا رب ما تشر عليك يا رب لا بلاش الكلام ده بتقولش كده هنا ابتدى يشككه في البلان أو يعني عاوز يقول له بلاش السكة دي فربنا يسوع معانه ده بطرس حبيب وقال له اذهب عني يا شيطان عاوز يقول له مش انته مش انته اللي بتقوله الكلام ده الشيطان مستخدم لسانك يقولline الكلام ده انت بسازاجة عن حب بتقول بس الكلمتين اللي بتقولهم ده المالينين شك مالينين لغ بطر بس عاوز يفهمه ما تسبش الشيطان يستخدم لسانك تقول كلام غلط انت معصارة ليه انت عاوز تعطل الصليب ودي مؤامرة الشيطان انعرف اكتر واحد يهمه ما تصلبش الشيطان انت لا تهتم فيه مع الله لو تهتم بقصدي انا هتفرح لي ان انا بكمل البلان بتاعي انما انت عاوز قدام الناس تعمل انك مسؤول عني بقى وخايف علي وحاجات كده انت تعمل منظر قدام اخواتك يعني لكن انت مش بدافع مزبوط بتقول كده تاني علاجي بقى اول علاج الهرب يا جماع اهرب من قراية من فيلم من شخص من فكرة اهرب من ده كل شخص غلط يقلب دماغك فكرة غلط حاربها كلام غلط ما تدخلش فيه احنا يعني يمنى ده كنز نخاف عليه فما نسيبوش يتسرق منني تاني علاج هو المعرفة النقدية او المعرفة العقلية او المعرفة السليمة يعني ايه ممكن تكون بتتحارب بفكرة طيب ما تيجي نقرأ كتب مظبوطة في النقطة اللي تعبقك واحد مثلا بتشكك قوي في موضوع التناول ماشي ماشي عادي غصب عنك وماله حرب تعالى نجيب كتب عن الفخارستية او سيديهات ونسمع ونقرأ كلام الكنيسة المظبوطة لو انت حصنت نفسك ورفعت مستوى المعرفة هتلاقي بسهولة جدا كل الشكوك اللي دخلت مرضود عليه مرضود عليه يعني ما احترمنا لمناهج ناس كتير في التبشير في ولادنا ساعات يضيعوا لان ما عندهمش معلومات دينية فييجي ناس تانية تعرض عليهم حاجة تانية يلعبوا بدمخ لما حد يطلع يطلع بقى الرد المنطقي للكلام ده ويقول الحاجات دي اصلها ايه ويقول الحقائق كما هي ده حصانة لولادنا الحقيقة لانه لما ولادنا يفهموا الاخر بيفكر ازاي والكونتنتس بتاعته ايه بالزبط طيب ما ده يحمي ولدنا لانه عندهم معرفة نقضية سليمة انت عارف البوزيين بيعتقدوا بايه وما يعتقدش بايه عارف بتوع كونفوشيوس بيقولوا ايه لو بتسافر لو بتعوض مع الملحدين عارف الحجج اللي بيقولوها وكونت رد عليها جواك فما بتتهزش هي دي بقى المعرفة السليمة اللي هي بترد بتنقض الاخر لانه يعني تعلمت من الجماعة الابولوجاتيكس بتوع امريكا دول اللي هما مدافعين عن الإيمان انه مش كل الردود دفاعية فيه ردود هجومية فيه ردود هجومية يعني ايه لما واحد يسألك سؤال ولو طبعا أنا هسألك سؤال بطريقة تانية فانت ردت على السؤال بسؤال سؤالك كشف له انه سؤاله غلط وانه هو بيسوقك في اتجاه معين بس الحياة ما فيهوش اي منطق ودي لعبة مشهورة في المنطق انه تبتدي بسؤال غلط واللي قدامك يتلقبط فيمشي هراك في السؤال الغلط لان الافتراض اللي بان عليه اساسا افتراض وهي فاهمين الفكرة طبعا يعني مش وقتها دلوقتي بس لانا أصده هي دي المعرفة السليمة لما الواحد يتحصن بمعرفة سليمة يوم ما تيجي فكرة غلط هيقول لا لا أنا عندي منطق واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة هديكم فكرة مثلا لما أسهل ان حد يقولك الانجيل محرف هو افترض فرضية معين الانجيل محرف او الانجيل مليان أخطأ كلام يهز لو ما عندكش معرفة سليمة هتتلجلك ويبقى موقفك ضعيف ويمكن ترجع لا مهمنيش ترد على الفكرة أنا بأكلم دلوقتي عن ننا يمكن ترجع الفكرة تقلب في دماغك طب ما لا يكون الانجيل غلط انما انت لو قارك كويس وعارف ان المتاحف مليانة مخطوطات وكلها كلها يعني متطبقة واعدم كتير من دخول العرب واعدم كتير من كل حاجات علمية مشوهة بعد كده وانه ترجمات القديمة كلها تتحط جنب بعض كلها ايكل وانه كتب القدسين اللي فصرت الانجيل بعيدا عن النصوص الاصلية كلها مفسرة على نفس النص اللي في ايدينا النهاردة والتفسيرات دي من القرن التاني والتالي والرابع لما تخدها من زاوية علمية حتى بتكلم علمي بس دلوقت الحياة تلاقي نفسك ايه الكلام الفاضل اللي بيقول لك محرف ازاي ودائما نقول مسلا بسيط تخيل ان انا عاوز اغير في كتاب مثلا لنجيب محفوظه بقاله عمر الكتاب ستين سنة عاوز اعمل نسخة جديدة اشيل منها كم صفحة او اعدل فيها جزء لازم اعمل ايه فاتش غير ستين سنة لازم الم النسخة كلها بتاعت الكتاب ده والمطار جم منها كمان واقطع الصفحتين دول عشان بعد كده الاجيال الجديدة تقرأ التعديل اللي انا عامله ويبقى انا فعلا حرفت انما لو غيرت في النسخة بتاعتي من لا قيمة لها على الاطلاق فهمين المعنى تصور بقى ان الانجيل من القرن الثاني ترجم وتنشر في العالم كله تلمه ازاي وتحرف فيه ازاي وتجيبه من اي حتة في العالم تلاقيه متطابق ما ينفعش فهمي ازاي وبعدين دايما تدور في مصلحة اللي بيحرف مين اللي هيحرف اليهود اللي هي لو اليهود هيحرفه كانوا شالوا الكلام اللي صعب قوي عليهم ده تهموا بتهم في كتابهم في العهد القديم لو هم هيحرفوا ده طلعوا مؤخزة اطور وحمر كل ده في الانجيل بتاعهم في العهد القديم بيقول عليهم كده طب لو يهودي يعني كويس ويعاوز يشيل حاجات كان اختصر شوية تأيات كده من اللي فيها خبط فيه ماشي طب لو المسيحين هيحرفوا طب ما كانوا حرفوا لصالحهم انما الحقيقة سفر الاعمال بيحكي لنا ان في الكنيسة الاولى كان فيه غش وانه في كورنسوس كان فيه حالة زينة في الكنيسة وانه وانه موسى النبي غلط وانه داود النبي غلط لو هنحرف ما نجمل الصورة بقى حتى لما نوعز ونقول موسى النبي تبقى الحكاية لا موسى غلط وقتل في يوم الايام قتيل يبقى لو انا احرف وليه غرض طب ما انا احرف لكن دا كل دا يؤكد انه ما فيش لعب انا بديكوا فكرة واحدة بس ازاي المعرفة السليمة كافية للرد كده ما تتهزش بس محتاج تعرف محتاج تبحث وتقر فلما تتحارب بشك اولا ما تقومش في وقتها ما تردش في وقتها ما تسمعش اقطع بس بقى روح اشتغل مع نفسك على مزيد من المعرفة لشان ما تيجي فكرة تانية زي كده عندك جواك رد حلم تالت نقطة مهمة تلمزة هي زي المعرفة شوي لما يقول لتاسكم فيكم كلمة المسيح بغنى بغنى عارفين لما واحد يبقى معاه فلوس غني واحد معهوش لما بيحصل أزمة مشكلة معينة مادية اللي معاه فلوس بيعرف اتعامل مع الأزمة المادية لما تقول لفلوس بتحل حاجة فهنا لما تكون غني بكلمة ربنا انت بتتعامل مع مثل هذه الأزمة لأنك عندك رصيد رصيد من الآيات ورصيد من المفاهيم فبتتعامل مع الشك أو الأزمة لو انت مفلس وجي عليك مش عارف دين بخمسة تلاف حتى ما تلاقي نفسك مش عارف تزد ما انت مفلس فإن الغنى بمعنى التلمزة أنك تبقى تلميذ للكتاب و للكنيسة وفاهم وقاري كويس ولا كلمة من اللي بتتقال النهاردة ما تقالتش قبل كده وترد عليها بدل المرة مئات المرات ولا تشكيك إن كان في الكتاب أو في العقيدة ما مرش على الكنيسة في الألفين السنة اللي فاتوا دول عشرات ومئات المرات مجرد تفتح الكتب و تقر هتلاقي كل اللي ممكن يتقال من البدع ومن المغالطات ومن الشكوك ومن التساؤلات ومن تناقضات كل ده موجود ومردود عليه هي بس سوري جهل من ناع نقطة كمان مهمة آخر نقطة فعلا نقطة التوبة و التواضع ليه إيه العلاقة بصوا جماعة احنا قلنا إنه الشك له علاقة جامدة بالشرعة مثلا لأن الشك يسمح لك بباب الخطأ فهمي إزاي لما تلاقي نفسك متلخبط مش واثق ضميرك يتخدر فتغلط برحتك فساعدت جبها من الآخر للأول بطل تغلط قاوة من الغلط وقف الغلط توب فتلاقي نفسك مخك هدي و قادر تقتنع بالكلام واحد من أشهر الملحدين المبشرين حاليا اسمه ليس تروبل في أمريكا أنا بحب كتبها كان صحفي ملحد وكان أيه دماغه فظيعة يعني بعد ما آمن اعترف في كتاب من كتاباته يعني قال أنا كنت عايش برحتي فكان لازم أقاوم فكرة أن وجود ربنا لأنه معنى أن ربنا موجود معنى ببساطة لازم أمنع نفسي عن كل الفساد اللي أنا فيه فالموضوع كان موتيفيتد يعني أنا مدفوع برغباتي أنا أن أنا أأكد أن ربنا مش موجود رغباتي بتملي علي أن أنا أطلع بأي طريقة وأثبت بأي منطق أن ربنا لا وجود له فهمين الفكرة النهاردة بقى بنفس القوة والمنطقة أكتر بقى بيثبت أن العلم بيأكد وجود ربنا بكل أشكال وعمل سلسلة كتب جميل هنا التوبة نقلته إلى قناعة شديدة جداً وارتياح نفسي شديد جداً أنه ماشي صح وأن الإيمان هو الصح مش الشك فهنا التوبة بترجع الواحد للخط المستقيم وبتهديه وسعات عجز الشابة نلحظتها في الشباب لما شاب بيقع في الإدمان أو في الجنس كتير تلاقيه لما نقعد معاه يقول لك ما فيش ربنا لو عرفنا انساعده يطلع من الزنا أو الإدمان تلاقيه يقبل ربنا بسهولة جداً هو ما كانش مستحمل أنه يغلط في حق ربنا فعمل زي دنايل يعني بلاش يكون في ربنا وأنا بعمل ده كله فهمين الفكرة؟ هو قلب وبيض طيب غلبان بس مهزوم فكونوا مهزوم من اللخبطة دي نفسيه مش قادر يتحمل فكرة أنه أنا بعمل كل ده في ربنا إنما لما يلاقي أن ربنا بيقبله وأنه بيساعده أنه يتغير وأنه ممكن يغلب نفسه حب ربنا كتر مننا كمان إذن التوبة بترد على الشكوك بطريقة معين ترجمة نانسي قنقر